اشتركوا في القناة ومجمل التطورات على الصعيدين الاقليمي والدولي كما التقى جلالته خلال هذه الزيارة بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المعظم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رافقت صاحب الجلالة السلامة في الحل والترحال